اهلا بحضراتكم مرة ثانية لسه معاكم من خلال الاهل الليلة ونرحب ضفنا نجم الكرة المصرية الكبير والنادي الاهلي ومنتقب مصر سابقا الكابتن ربيع ياسين مساء الخير و اهلا بحضرتك كابتن ربيع اهلا بحضرتك محمد سعيد جدا لما أنا لاسعى طبعا موفق دايما مطالب اهلا بحضرتك حبدأ بالإشادة أيضا بالناشئين والشباب اللي بيحققوا نتائج كبيرة في المنافسات عالميا في كاس العالم سواء في الفولي في الكرة الطائرة او في كرة اليد كان عندنا النهاردة ابطالنا تحت 19 سنة منتخب مصر تحت 19 سنة في الكرة الطائرة قبلهم في إنجازات كبيرة جدا على مستوى الشباب والناشئين ونتائج عالمية في كرة اليد عايز تقول ايه الأجيال دي وتقول ايه للمسؤولين عن الرياضة في مصر في كيفية انها تحافظ على المواهب والقدرات اه الدفعات ناخدها طبعا الفترات الأخيرة بعد النتائج الغير عادية ما شاء الله اللي عملتها الفرقة القوية جدا ما شاء الله نتائج كبيرة جدا ونتائج مبهرة طبعا ونتائج مشرفة الشباب لازم ياخد دوره فعلا وندي له الدفعات الكبيرة جدا لما يتوفر له المناخ المحترم في تجهيز ومعسكرات وبرامج وإداريات واتحادات وجمهور ومساندات على اعلى مستوى بيحقى يحسن نتائج حقا فعلا مصر مليئة بالشباب المحترم فحكناك اننا فرحانين مبسوطين جدا شباب زي الورد كنا بنتفرج عليه وكلنا بنفتكر الماضي الجميل يعني فيه أوقات كده كاننا ماضي في بطولات في أفزاز في مواهب في مهارة فهم أمتعوا الشعب المصري فعلا ونفرحوه وفرحونا ومصر بخير فعلا مصري مليئة بالشباب المحترم الوطن الكبير جدا الموهوب لما بيلاقي الرعاية الكويسة لما بيلاقي المعسكرات لما بيلاقي التجهيز لما بيلاقي الفنيات العالية جدا يبدع المصري متقلق وموهوب بس بيلاقي الجو طبعا بيبارك لهم وحياة جاملة جدا والواحد كان سعيد الفتر الفات فعلا بتتمنى إيه حضرتك بتتولى مهمة المدير الفني منتخب مصر للشباب على ما أتذكر موليد 2001 الجيل اللي مع حضرتك بتقول إيه أو إيه المطالب اللي بيتمنىها أو بيتمنى توفيرها كابتن ربيع يسين من أجل عودة التقلق للناشئين والشباب عالميا في مصر أو على المستوى الدولي والأفريقي في كرة القدر دي مهمة جدا ناس محمد إن شغل اللي ونات الصغيرين بيحتاج وقت بيحتاج تجهيز بيحتاج معسكرات بيحتاج تخطيط وبحتاج برامج قوية جدا عشان تقدر تصنع لعب دولي صناعة اللعب الدولي مطلوبة فيها الوقت الطويل ومطلوب فيها الاختيارات السليمة ومطلوب فيها التجهيز كويس قوي ومطلوب فيها الشغل الفني الكتير الفني الكتير يعني صناعة اللجمة حضرتك ما بتجيش في يوم وليلة فياريت المسؤولين في مصر يفكروا في المستقبل المستقبل هيجي بفضل الله ثم الصغير الناشئ اللي انت بتربيع ليدك عشان تصنع أجيال للمنتخبات بتحيح أحسن نتائج أحسنت أن أحسن نتائج مش هتيجي وخلاص لأصده إن أجيال بتسلع خذلك فالأجيال الموهوبة لازم تلاقي تخطيط والنظامات والتحادات قوية جدا والتحادات تباشر وتوفر لهم كل حاجة لأن إذا كنت عاوز تاخد بإيد الكورة أو عموما أي لعبة في مصر لازم تنزم تحت في اختيارات في تنظيم في أوقات في معسكرات في برامج دي مهمة جدا مصر مليانة أعتقدش مئة مليون مفهمش موهبين فيهم موهبين في كل اللعبات المختلفة بحيطك لكن لازم يلاقي الرعاية والاهتمام والتنظيم والتخطيط أنا أحشق التخطيط والتنظيم والنظام المثال في الإداريات والفنيات لأن حياتك الولد لازم تربيه صح يبقى معنى تربية الفنية لأصدوك كورة أن أنت لازم توجهه صح وتعلمه صح وتطربه صح كل ده هيخلق لك أجيال طبعا كبيرة تحقق لك أحسن نتائج فأنا أتمنى من المسؤولين في مصر أن يهتموا بالأولاد الصغيرين ويعملوا لهم كل حاجة كويس أنا أسف طبعا أن ده موضوع ممكن نناقش ومحتاج لساعة المناقشة وتخطيط له لكن كان لابد أن أمر على هذا الموضوع سريعا طالما بدأنا بالناشئين والشباب في عالم الرياضات الأخرى الطائرة وكورة اليد وكل اللعبات اللي ممكن نشارك فيها أو نظهر فيها بشكل مشرف ومؤثر عالميا هنتقل محاولاتك للأحداث السريعة جدا والمهمة اللي بدأت النهاردة في النادي الأهلي بعد ما تم الإعلام بالأمس وكل وسائل التواصل الابتماعي أشارت للتعاقد مع ريني فييلر مديرا فنيا للنادي الأهلي شايف حضراك إزاي ريني فييلر التعاقد معه اسمه كمدير فني والجهاز المعاون له بالتوفيط طبعا أكيد اللاجنة بخدت الدكتورة هاسمعين على الأعلى مستوى اختارت طبعا مدرب أكيد عنده طموح بها ينضم المدرسة إن شاء الله تساعده كثير جدا فيها قدرات تملك الإدارة الجيدة لأعلى مستوى اللي طبعا بتدور دايما على على اسم الكيان وإسعاد الجمهور وإضافة البطولات إن شاء الله بإذن الله تعالى طبعا كلنا بإذن الله في ظهره وفي نفس الوقت إن شاء الله هينجح لازم الجمهور يستاند هذا المدرب ولازم كلنا نسانده بإذن الله تعالى بدل تعاقد مع النادي الأهلي دايما مسؤولي النادي الأهلي بيدوره على الأحسن والأفضل والأمثل دي حقيقة ممكن ما يكونش اسم ممكن يكون الجمهور كمتوقع اسم كبير جدا دا لكن في الوقت الحاضر هو دا الموجود أعتقد إن دا أحسن الموجودين في الوقت الحاضر اللي موجود دا لازم جمهور نادر يعرف إن الإدارة بقيادة الكابتر المحمود الخطيب بيتدور على أفضل وأحسن شيء عشان يسعدهم دي حقيقة الكل في منظومة النادي الأهلي بيشغل عشان يسعاد الجمهور عشان الحفاظ على اسم الكيان عشان إضافة البطولات البطولات فدي حقيقة فإن شاء الله بإذن الله نتمنى له التوفيق وبعدين في نفس الوقت إحنا ياما النادي الأهلي بيصنع مدربين كبار جدا فيه مدربين ككثار جدا منهم مثلا جوزيه كان قبل ما ييجي في النادي الأهلي كمين يعرف جوزيه محترامي ومو من البرتغال مدرسة بعيد جدا كان دائما أهلي بيتعاقد مع المدرسة الإلمانية مدرسة الإنجليزية فجئنا بمانيو الجوزيه من البرتغال أبدع وتألق وتأكيدا على كلام حضرتك يعني خلال فترة جوزيه ما قبلها وما بعدها كان فيه أسماء من البرتغال عندها سيفيهات أكبر أو حقاقت نتائج أكبر لكن لم تحقق النجاح اللي حقاقه معها محليا ودوليا زي توني أوليفيرا أو فينجادا وعدد من الأسماء الكبيرة اللي اشتغلت فيها مزبوط فالله أصدق أن منظومة النادي الأهلي جاهزة للإبداع جاهزة للبطولات جمهور جاهز ما شاء الله بيحرك حياتك جمهور مثالي وعظيم إدارة جيدة جدا بتوفر كل الحاجات الجاهزة الفنية جاهز فن عمصة لعيبة أنا أعتقد أن الأهلي يملك فريق ما شاء الله محدش يخاف على النتائج محدش يخاف على البطولات لأنه يملك القدرات اللي تقدر بأمنات حقا له أحسن نتائج في لعيبة نبدأ من هنا من النقطة دي كابتر ربي هل اكتملت الصفوف هل القوى الضربة آخر أسماء انضمت بعد الإعلان عن صفقة أليو ديانج المدافع الشاب الأفريقي المنضم للنادي الأهلي عندنا صفقتين أسعاد الجمهور النادي الأهلي جدا المهارية المميزة جدا هل في أي نقص في الصفوف أو صفقات جديدة مطلوبة ولا شايف أن القوى الضربة اكتملت لنا لا أنا من وجهة نظري أنه مفيش نقص يعني هو حضرتك كل مركز لو أنا مسكت كل مركز لقاتي وعادت صنفت هتلاقي كل مركز فيه تلت لعيبة وفتما شاء الله كله على على مستوى الباكريت جاهز عندي الباكليفت جاهز عندي المساكين ما شاء الله إضافات متولي وياسر وخضاحتك مع سعد ومع أشرف ومع ربيعة وعودة ربيعة طبعا طبعا دي حيئة ده كتير جدا ما شاء الله الدفندر عندنا ياخد بالحياتك بالإضافات القوية وسط الملعب الهجومي ما شاء الله ده فيه عدد كبير جدا من اللعب المميزة الخبرات والشباب الصغير إضافات قوية جدا الروس حربة زي كان أظهروا الناس شال منه شوية لكن عشان هو الأهداف اللي بضيحها لكن إظهروا حلال عام الموسم من الأبد اللي فات رائع وكان هداف الدوري ولعيب مبدع جدا ولعيب قوي ولعيب ينتمي ولعيب جميل بيحب النادي أو يحب زميله مع طبعا عودة صلاح محسن إن شاء الله مع وجوده إن شاء الله مروان من الإصابة أنا من وجهة نظري إن شاء الله كل مركز له ثلاثة لعيب الأهلي التوفيق لعيب النادي الأهلي هتحملوا مسؤولية يبذلوا أقصى ما يملكون عشان يساعدوا الجمهور والحفاظ على الكان والبطولات وأعتقد أن النادي الأهلي يعني ماشي في الطريق السليم إضافات المدامة الصبح وليد سليمان إضافات قوية جدا سين الشحار سين الشحار لا إضافات قوية يعني الأسماء ممكن أنسى لكن إضافات قوية جدا صالح جمعة بعد عودته وتقلقه ناصر الماها حاجات كثيرة جدا ما شاء الله أنا أقول مين ولا مين ومين ولا مين حالدي وفتحي كواحد من اللعيبة للجمهور مبسوط جدا جدا ده ما شاء الله حاجة جميلة جدا يعني إضافات وممكن يكون حد نسيهم في الصباح طب عايزة أفمع حداك شوية عند وليد أزارو حداك شفت على السوشال ميديا في الفترة اللي فاتت الناس ما بين إنها الجمهور زعلان جدا من أزارو بينتقد وليد أزارو الناس تانية بتقول يا جماعة ده مهاجم سترايكر أو هداف عنده قدرات عالية جدا حتى لو مش موفق في المرحلة دي ولابد من مؤذرته والصبر عليه وأن الجهاز الفني الجديد بالتأكيد هيعدل من أداءه بالشكل اللي يخليه يقدم إمكاناته كلها للجمهور حداك شايف إزاي الإشكالية دي أو مع أي رأي من الأراضي هو اللعيب بيجي الوقت كان عندنا في لافيو برضو قاعد فترة جميلة جدا سجل هدف إحنا لعبة كورا وممكن يكون الناس برضو ما تسلساش إن عدم التوفيق ده مهم التوفيق وعدم التوفيق ده مهم جدا لكن هو شخص اللاعب نفسه هو إمكانيات اللاعب نفسه هو فنيات اللاعب نفسه هي دي الحسابات اللي بينه وبين أزارو أزارو أنا شايف إنه لعيب كويس جدا إنه من وجهة نظري برضو لو أنا حطي الترتيب في الروس حربة في مصر أحط أزارو رقم واحد أنا مش شايف يعني أخباك النادي الأهلي ما شاء الله والراجل لما جاء أسعدنا وأبدع وتقلق وكان هدف الدوري وكان من أحسن لعيبة اللي موجودة في الدول وأعتقد إنه أكتر من مرة تاخد المنتخب المغربي يعني لو كان من لعبي لو كنا فرضنا أنه لعب مصري بإمكاناته ستايل وليد أزارو وفي المرحلة الحاجة بتتولاها كلعب ومهاجم في منتخب الشباب كنت هتستنى عليه أو هتديله الفرصة وتعدل من الأداء طبعا اللي فيه مشكلة فنية مع الوقت ومع الشغل بدأ اختلف المديل فن ومديل فن وزروب برضو فيه برضو اللعب ممكن يمر بحاجة عنده معينة اخذ بحيطك زي ده أنه أزارو نفسه يعني هو نحن لم نختلف في الهام دي هو مش ممكن يعني في كل مباراة ولا في كل دوري ولا في كل بطولة هيبدع وهيبقى في الطالع ممكن في وقت تلاقيه ما فيش توفيق وهو خلي بالك بيوصل كتير جدا هو ما بيأسرش هو بيحاول هو بيجري هو بيكتهد هو بيشتغل لكن برضو ده وارد لأي لعب في أي مركز فالأصود أنه أزارو اللعيبة كويسة جدا إن شاء الله ولعيب قوي جدا ولعيب مخلص ولعيب بتحسه نحياتك إن أي لعب جديد بيجي في الناد الأهلي بينتمي للأهلي بينتمي للكيان بتحسه أنه هديره سنين طويلة موجود فأظهروا لعيب كويسة جدا وإن شاء الله بإذن الله تعالى مع عودة الثقة مع الجهاز الجديد مع النجوم والقدرات اللي موجودة بإذن الله تعالى في الفريق مع الخبرات اللي موجودة هيرجع أقوى وأفضل وأحسن بإذن الله تعالى أنا مش متذكر من المنتخب أو الفريق حدك تتذكر في يوم الأيام في منتخب أو فريق من فرق أوروبا استعان بماركو فان باستن النجم الكبير والمهاجم العالمي في إنه يعمل تدريبات تخصصية للفرودة في النادي ده أو المنتخب ده للمشتذكر اسمه هل حضرتك مع فكرة إن التدريبات التخصصية دي للمدفعين لعلاج عيوبهم أو للمهاجمين لتحسين أداءهم وترجمته الأهداف دي أمور مهمة في عالم كرة القدر معنى للثلاث خطوط للضخط الضهر ووسط ملعب للهجوم دي لازم وإحنا تعلمناها طبعا كان بيعلمنا كالوتشال مجري يعني أنا تعلمت فنون ووظائف الباكليفت الدفاعية والهجومية منه الهجومية خدتها من الكابتن جوري والدفاعية خدتها على أصله على أصله في الوقفة في التوازن في التقطية في إنك تتعمل تاكلنج على الأرض فكل ده خدته في تخصص صحه كنت بعمله فبرضو وسط الملعب له تخصص لأنه شغل معين كل خط له شغل معين في الملعب بالنسبة للطول وبالنسبة للعرض ومشكلام في التلت تلات برضو الفراودة لو الشغل طبعا في التمنتاشر وبره التمنتاشر لكن هي هي حضرتك برضو مع الوقت ومع الخبرات الرأس حربة أكيد أو اللاعب أكيد أنه وبع خبراته مع فنياته معه موهبته بيزيد لأنه دي كلها مواقف إحنا عندنا يا صلو محمد حضرتك في الكرة المصرية فيه سلبيات كتيرة جدا عندنا بعض السلبيات في متغيرات المباراة متغيرات نفسها في سير المباراة الفني عشان كده مطلوب شغل من المدير في فني فني كتير جدا للفرا لأنه برضو جمهور الأهلي في حالة في حاجة إلى إبداع دائما متعود على الأداء يقول لك الأداء شوفوا السنفات بيكسب وياخد دهول لك إحنا مش حصولين عشان أداء بعيد عشان الفرمة عشان الإبداع عشان مدرسة الأهلي جمهور الأهلي دائما بيطلب ومتعود على كرة حلوة ونتائج طبعا للتنين مع بعض فده إن شاء الله لقيه بإذن الله تعالى وربنا وفقهم طيب كان في تصريح متفق مع الحضاءك بتقوله ده من تصريحات فيلر المنسوبة إليه دائما أبدا حديثه عن أمرين إن كرة القدم بتحتاج في المقام الأول الأداء الممتع الأداء الجميل والمتع في كرة القدم ثم تحقيق النتائج إن الأمرين مهمين مش النتائج بس هل ده يبشر أو يخلينا نتفائل بإنه هيشتغل على ده وإن عندنا مجموعة لعيبة قادرة على توفير أو تحقيق ده آه قادرة دي اللعبة أسوأ اللاعب واللي بيصنع البطولات اللاعب الجيد واللي بيصنع النتائج الجيدة وتول عمر نظومة النادي المحترامية هو لاعب جيد قدرات جيدة بحيطة بعد كده المدرب وده دور وده كلام من مدرب عارف أنه جاي عاوز لأنه هو تعاقد مع الهالي وعارف أنه مسؤوليته كبيرة جدا وعارف أنه مطلوب منه كتير جدا تصريح موزون من مدرب عنده خبرات كبيرة جدا عارف أنه جاي على مدرسة كبيرة جدا البطولات موجودة لكن عاوز أداة عاوز الأداة مع البطولات وده الموجود وده اللازم يكون موجود بإذن الله تعالى وبيقول كمان أنا مدرك حجم الضغوط اللي هتعامل معها لحجم شعبية وحب جماهير النادي الأهلي لهذا النادي العريق وحجم الجماهير الكبير جدا والتطلعات دايما للفوز بكل البطولات اللي النادي بيشارك فيها فهو تركيزه على ده وأنه قادر على التعامل معه بيعد أنه قادر على التعامل مع حجم طموحاته وشعبية النادي طبعا إن شاء الله مدرب شاب مدرب بإذن الله كبير إن شاء الله من المدرسة بعيدة عن مصر شوية لكن إن شاء الله ينجح بإذن الله تعالى بامتياز بإذن الله وهيشتغل ومعه قدرات هو بتع الشغل بإذن الله واللجنة برضو اخترت واحد أكيد بإذن الله تعالى إنه هايشتغل وانه هيتعب وانه هيتحقق وانه يعمل كلها بطموحنا بإذن الله تعالى فان شاء الله ربنا وفقه وكلنا متفقلين للجنة التي عبتت والناس تعبوا جدا لكن ان شاء الله اللعبة تساعدوا والإدارة تساعدوا والجمهور يساعدوا بمشيات اللعبة تعالى طلب معلومات كثيرة جدا خلينا نشوف التقرير ده مع حضراتكم مع كابتن ربيع ياسيم جانب من تصريحات ريني فييلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي من خلال المؤتمر الصحفي صباح اليوم ثم نعود لاستكمال الحوار مع الكابتن ربيع ياسيم جزكركم وسلم على كل الناس الموجودة ورحب بالناس الموجودة في الصلاة أنا فخور جدا أن أكون ملاتي عدو في النادي معكم أنا أعرف النادي كبير ليه تقاليد عظيمة وليه جماهية رائعة وليه أهداف عظيمة وأنا متأكد إن شاء الله نحاول نحاول نحاق كل أهداف اللي هو عايزة with impatience me and my staff wait to start the work these afternoon عندنا شغف كبير ونبدأ بعد الظهر النهاردة التبنيم على الأهلي ونحن يجب أن نفعل كل شيء لأن الأول مباراة في 10 يوم سيكون مفيدة ونتمنى إن شاء الله أول مباراة نلعبها لأول عشر أيام نحقق فيها النجاح كبير كابتن ربيع ياسين تعليق حضرتك على الجانب الإيجابي أو روح الإيجابية التي يتكلم بها في أول لقاء له مع الجماهير المصرية والإعلام المصري ريني فايلر وإدراكه لحجم انطبوحات النادي الأهلي وأنه بيعاد أنه قادر على تحقيقها والفوز بكل المنافسات اللي هياخدها إن شاء الله في الفضل هو طبعا عارف وجاية جاية وعارف أنه بينتمي لمدرسة كبيرة جدا مدرسة بطولات طبعا أداء زمال مسؤولية كبيرة جدا هيشتغل هيكتهد هيحاول مع الفرقة عارف أنه عنده نجوم عارف اللي مطلوب منه كتير جدا وده صرح به بإذن الله تعالى أنه يحافظ على البطولات وده طبيعي جدا وأعتقد أنه قبل حتى ما يتعاقد معنا دي الأهل أكيد عارف وشاف وعارف أنه جاي على صرح كبير جدا ما شاء الله نادي القرن يعني فكلامه موظونه وكلامه هايل جدا بإذن الله كله الطموح لأنه إحنا ما نعرفش غير الطموح فهو أكيد جاي وبرضه عشان نطمر الجمهور جاي وجاهز لكل حاجة وعارف أنه مطلوب منه الكتير والكتير وبدأ الشغل النهاردة مباشرة بعد وصوله وبعد انعقاد وانتهاء المؤتمر الصحفي وأول تدريب له مع الفريق مساء اليوم قدام حضرتك على شاشة ما فيش وقت لايه حاجة الراجل برضو ينزل على طول واشتغل بإذن الله تعالى كل التوفيق بإذن الله كل التأدير كل الاحترام إحنا في ظهره بإذن الله تعالى والناس سندوا وكل الجميع سندوا وإن شاء الله يحقق طموحنا بإذن الله فكل حاجة الناس تنتظر بإذن الله ومتسعجلش الأمور وإن شاء الله يبقى موسم قوت جدا للنادي العالي في الأداء وفي النتائج وفي البطولات بمشيئة الله تعالى وإحنا بنتابع جانب من كلمة فييلر في المؤتمر الصحفي كان لكابتر ربيع سين تعليق على عمر المدير الفني الجديد هل حضرك مع أو من المدارس اللي بتميل إلى هذه المرحلة العمرية للمدرب يبقى في الأربعينيات يبقى صغير في السن نسبيا إن ده ميزة للمدرب ههو كل واحد حسب شخصية المدرب المدرب ركب واحد شخصية بصرف رزع عن السن فهو راجل جايف إذا كان سنه صغير بس أنا أعتقد أن أنا أميل لرقم واحد الشخصية وفي نفس الوقت أكيد عنده فنيات وأميل برضو للسن فيه أوقات بتحتاج سن معينه فيه أوقات بتحتاج سنه صغير وفيه أوقات بحتاج سن كبير فهو جايف مدارسة كون المدرب فت كان في الخمسينيات أو الأربعينيات دي ميزة كترابية فت ذهنيا وبدنيا قادر على المشاقة والحركة مع العيبة في الملعب والوقوف معهم طول الوقت كلام ده مهم طبعا جدا هو الوقت ده عاوز المدرب العافي لأنه النجوم الكتيرة بحجم النادي الأهلي برضو مطلوب برضو مدرب معين خلينا نواقعين يعني لأنه عنده نجوم كبيرة جدا الشغل كتير حجم الشغل مع النجوم دي كتير حجم البطولات محتاج شغل محتاج محتاج حاجات كيرة جدا أنه كل وقته مع اللعيبة لأنه النادي الأهلي حجم الشغل أنا بقول يعني دايما أن المدير الفني مش مية وعشين ديئة ولا تسعين ديئة أنا أعمل دايما لليوم كله فحجم الشغل كتير هو ما شاء الله إذا كان جاي ستة وربعين سنة فماشي مع الشغل اللي مطلوب في الوقت ذلك هل النادي الأهلي أو فريق الأهلي محتاج شغل مكسف برنامج عمل مكسف في الفترة مكسف لأنه إحنا هو معاه معاه مجموعة كبيرة جدا ومعاه قدرات مهمة جدا لكن إحنا برضو الشغل أنا بتكلم على الشغل فني بس الشغل الفني محتاج وقت كويس هو محتاج معسكرات محتاج ترابط محتاج أنك تقعد محتاج أنك تشرح كتير محتاج أنك أنت حاجات كتيرة جدا المعصيرات الطويلة بالنسبة للمصري أساس محمد بتوجد اللي إحنا عاوزينه توجد أداء مع نتائج ده اللي أنا أقصده فإذا كانت عودة الأداء الجميل اللي فيه بهار وإمتاع الجمهور النادي الأهلي فهيجي بالشغل وفي نفس الوقت الفترة دي برضو محتاجة شغل ومحتاجة عفية ومحتاجة قوة ومحتاجة سرعة ومحتاجة حضور كتير جدا فإن شاء الله بإذن الله تعالى كل التوفيق وإحنا متفقلين جدا جدا للحالة دي برضو بإذن الله وإن شاء الله من استعجلش الأمور وكل شيء بإذن الله ثم العمل نوصل اللي إحنا عاوزينه طيب الوقت دي نسبيا زي ما حداك قلت لأن المباريات والبطولات متلحقة مفيش مساحة يعني أو مفيش فترة إعداد جديدة ياخدها مع الفريق هل هتكفي أعين فايل هذا المعاون إنها تحكم على اللاعبين وتكون وجهة نظر وتوصل لأفضل تشكيل وأفضل بودلاء وأفضل شكل للفريق بسرعة ولا هنا هيظهر دور أو مطلوب دور استثنائي من كابتن سيد أبو الحفيز وكابتن سامي أمصان مع طبعا التقييم الشخصي الفايلر نفسه أه طبعا هو محتاج سيد ومحتاج جسامي دول لهم دول لأنه مع الفريق قتل من ثلاث أربع مواسم وفي نفس الوقت أكيد هو يحتاج معلومات في شكلام زاد أنه هيتفرق طبعا على الماتشات اللي موجودة وفي نفس الوقت هو المدرب الواعي الزكي طبعا الناضج لعند خبرات في الملعب بيشوف وفي نفس الوقت هو هيستعين بشراية موجودة من الماتشات اللي فاتت واللي فاتت وأشوف أعرب تشكيل لأعرب بطولة لسابات التشكيل مين أكتر واحد اللي يعمل فترة الأخيرة دي حاجات طبعا إضافات طبعا سيد له ودول كبير جدا في المعلومات مشكلام وصامي سامي طبعا له ودول كبير جدا في المعلومات وأعتقد أن الراجل بإذن الله تعالى هيستراع كويسا هو وفي نفس الوقت مش هلاقي مشكلة بإذن الله تعالى لعيب النادي الأهل لعيب مثال لعيب عنده أخلاق لعيب بيجعل نفسه لعيب بيحب النادي بصرف النظر أسرة النادي الأهلي حتى في الفرية الكرة هتلاقيه بفضل الله تعالى دائما بيحافظه على كان وبيحبه كان أي حد يلعب وأي حد موجود وأي حد يغير فإن شاء الله يفيش مشاكل خالص في نفس الوقت أكيد أن السامي وأكيد سيد بإذن الله تعالى بيمليه إضافات فيما زاده الرؤية عنده بإذن الله تعالى بالنسبة للشرائط ودي موجودة وهو هكيد مدرب زاكي وناضج عارف هيعمل إيه وهيبتدي إزاي وهنظم مبرو إزاي هرجع لكلمة نقطة السلبيات اللي حد تكلمت عنها من شوية إيه أبرز السلبيات وملاحظات الكابتن ربيع ياسين الفنية على أداءنا سواء محليا أو أفريقيا في الفترة اللي فاتت وبتتمنى أنها تكون أولويات عمل الجهاز الفني الجديد بقيادة فييلر علاج الأخطاء أو السلبيات آه وإحنا عندنا سلبيات في أداء عندنا سلبيات في شغل جماعي عندنا سلبيات في فرديات عندنا سلبيات في أخطاء دفعية قاتلة خلفتنا كتير جدا عندنا سلبيات في شغل فني خلال سير المباراة التحضير القابل المباراة لازم يكون نموذجي في التشكيل في التوظيم في التوظيف في التدوير في التغيير الداخلي والخارجي ده مهم جدا في إهدار الفرص في الوصول كتير جدا في نهاية الهجمة بحيثك في الأخطاء الفردية الدفاعية المتكررة من القلب ده كل ده كان موجود في الأداء طبعا عاوزين أداء عالي جدا وراقع جدا أداء أداء النادي الأهلي ومدرسة النادي الأهلي الجمهور النادي متعود عليها واللي الناس كلها متعودة عليها دي كلها أعتقد أن كانت متغيرات موجودة وسلبيات موجودة وشكل كان موجود الناس مش مبسوطة منه فالجماعية برضو والترابط الفني ده مهم جدا مدرسة الأهلي طبعا معروفة بالأداء الممتع بالإبهار بكل حاجة فكورة لازم يكون موجودة التصويب لازم يكون موجودة الصابت لازم يكون موجودة الشغل الأوفرلاب بالجناب العمق الشكل شخصيتي منها دي الأهلي متاعة التزديدات على المرمى الناس بتشوف أنها كانتش موجودة بشكل كافي طبعا حاجات كتيرة جدا في حياتك إن شاء الله دي مطلوب بإذن الله نتعلي كويس قوي فإن شاء الله بإذن الله تعالى ترجع إن شاء الله مدرسة الأهلي مدرسة الجمال والإبهار والإمتاع بمشيات الله تعالى النتائج طبعا إحنا ما فيش شك في واحد فيما أن النتائج موجودة والبطولات موجودة إن شاء الله إحنا عاوزين بالإدفاق بالإضافة للبطولة الأداء بالإضافة للجمال إضافة للبطولة تحت شخصية النادي الأهلي شخصية الزعيم شخصية الكبير النادي الأهلي الكبير بفضل الله شعبية النادي الأهلي جاءت عشان المهارة عشان الإبداع عشان الإمتاع عشان الموهبة عشان كان فيه لعبة موهوبة عشان الحب عشان الترابط كل ده شخصية نقال فإن شاء الله ترجع بإذن الله تعالى ودي سلبيات إن شاء الله التعالج بإذن الله تعالى هبدأ من خط الدفاع هل بعد التعاقد مع محمود متولي وقبله ياسر إبراهيم مع عودة ربيعة وهو مكسب كبير بإجماع الأراء وأيمن أشرف وسعد سمير كل المجموعة هل نقدر نقول إن النادي الأهلي أصبحت عند قوة كافية في خط الدفاع على مستوى المساكين تحديدا ونقدر نعالج بها أي قصور دفاعي ظهر في فترة فاتت إنه الأساسي حيبقى على نفس مستوى البديل طبعا مين يخترق المجموعة لحيطة كل تلك إضافة متولي وإضافة ياسر مع ربيعة ومع سعد ومع أشرف أيمن أشرف عودة كمان رامي ماشاء الله دول كلهم منتخب مصر أنا عودة أكتر من كده بحيطة كأنا بتكلم بفنيات أنا عارف أن دول كلهم أولادي فيهم ثلاثة أنا مرنتهم ربيعة ومتولي وياسر ثلاثة قوي جدا فاهمين نضجين شباب زي الفل مية مية إضافة قوية جدا 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 وبرضو مع التعاقد مع ياسر ومتولي عودة رامي ربيعة مع أيمن أشرف ومع سعد سمير أنا يعني قوة غير عادية أنا من وجهة نظري إن أفضل خط ظهري موجود في مصر هما الخماسي أو السوداسي أكتر من كده إزاي هنستفيد بوجود لعب خبرات كبيرة زي النجم أحمد فتحي وإنه رجع وظهر بمستوى رائع جدا مع مشاركته في المباراة التسعة اللي تعلق فيها اللاعبين بقيادة الجهاز الفني في الوقت ده بقيادة كابتن محمد يوسف خرج الجمهور راضي جدا عن الأداء وعن شغل الكابتن يوسف في المباراة دي وعن أداء النجوم وعودة بعض النجوم زي ما حداك قلت زي صلاح محصل عندنا طموح اللاعب الشاب الصاعد الكل بيشيد بيه محمد هاني وعندنا خبرات كبيرة هل دي ميزة للفريقنا هيبقى فيه منافسة في الباكرايت بين لتين؟ طبعا طبعا أحمد فتحي قيمة كبيرة جدا ولعب كبير جدا ولعب جوكر أحمد فتحي من باكرايت لتفندر لمساك تلت مركز يلع فيهم في السنه ده ماشاء الله أحمد فتحي شباب شباب ولعب ملتزم ولعب راجل ولعب تاريخ كبير جدا في المنطقة مصر ونادي الأهل هاني المستقبل هاني جميل بدأ يزيد وبدأ يرتفع وبدأ يزيد هاني العيب ماشاء الله مستقبل متع النادي الأهل فكل ده موجود وكل ده موجود في الفرق فأنا أعتقد أن أي العيب موجود من الخبرات السابقة إذا كان عشورة أو فتحي أو وليد فده مكسب كبير جدا للمجموعة وللنادي وللفريق والأداء وللموسم ويعملوا أضافة كبيرة جدا على أقل على أقل في الترابط بإذن الله الباكليفت بعد مشاركة محمود وحيد في نفس المباراة وأيضا شارك وظهر بشكل جيد جدا أيمان أشرف قبل ما يكون مساكة وفي الأساس لعيب مدافع ويسا مميز جدا وتألق طبعا علي معلول بشكل يعني ما يحتملش أي جدد شايف المركز ده إزاي على رأسه علي معلول لعيب منتخب تونس عمل موسم رائع بتالي من أحسن مواسم يتبلل يمكن يكون أحسن لعب في الموسم اللي فات علي معلول لعيب هداف نضغ جبير جدا ما شاء الله زاد حاجات تتطور من حاجات عندنا يعني دلوقتي زي ما قلت حياتك المركز ده في معلول وبعدين حضرتك بعد كده محمود وحيد ده محمود وحيد من لعبة كويسة جدا وباكليفت ما شاء الله باكليفت من الصفقات الجديدة حتى لو كان في انقالات يناير لكن ظهر بشكل مقرع للفريق كأنه يعني بيقدم نفسه من جديد للفريق وبعدين عندك أيمن أشرف تلاتة ما شاء الله أكتر من كده ما شاء الله يعني فأنا اتكلمت على الخط التاني بوسط ما شاء الله مليان زي ما تكلمنا على الباكريت تكلمنا بفضل الله تعالى على الباكليفت ومليان كل خطوطي وكلمنا على كل مركز بأمر الله تعالى هتلاقي أكتر من ثلاث لعيب وماشر الله ثلاث لعيب على أعلى مستوى أكتر من كده فالجمهورية أطمئن إن شاء الله وحاليا في المركز ده كمان موجود عادل الفريق حسين السيد بعد فترة كان معارفيا حسين السيد موجود مرة ثانية مع الأهلي مع المجموعة دي في الباكليفت هل دخول حمدي فتحي بمستوى يعني أعتقد فيه إجماع علي يعني هجوميا ودفاعيا كهفد فندر بارز مع الخبرات الكبيرة الكابتن للفريق حسين عشور وأيضا تقلق السلاية في الفترة اللي فاتح هل المركز ده أصبح كمان ما فيهوش أي قصور ومعنناش أي مشكلة في الهفض مع التعاقد الأفريقي برضو في نفس المركز فيه لعيب أفريقي إنه يتعاقد ما تقريبا في الدفندر برضو عليو ديانج نحن نتكلم إنه مدافع لسه ما شخناش في الملعب يعني هيستفاد بي كمدافع ولا كهفض في الملعب عمدي فاتح خطف الأنظار طبعا لعيب كبير جدا النجم ما شاء الله أدى مقنع جدا فنياته عالية جدا بينفذ ده نجح بامتياز مع السلاية متألق ما شاء الله وكان المفروض السلاية ما يبقى موجود فيه منتخاب مصر الفترة فده هي حقه حاجة جميلة جدا مع الخبرة كبيرة القيمة كبيرة جدا عشور عشور ده قيمة كبيرة جدا وخبرة كبيرة جدا وراجل كابتن نادي الأهلي من تاريخ كبير جدا ما شاء الله يعني ثلاثة خب واحدتك موجودين ده غير اللعب الجوكر انت ممكن تجيب أحمد فاتح وممكن توظف عندنا خلي معك أكثر من اللعب جوكر اللعب في أكثر من مركز ده حقيقة مش مين أحمد فاتح ومين اللي حداك بتشوف أنه ممكن استغلالهم وينجحوا في أكثر من مركز في المركز صاريح جمعة وليد سليمان رمضان صبحي حسين الشحات كتير جدا اللعب الجوكر اللي هو مطلوب عشان خداك حضرتك احنا مطمئنين وفي نفس الوقت اللعيبة كتير جدا في أكثر من مركز وده حقا كويسة وعلى أعلى مستوى ومهارين ما شاء الله الحاجة المميزة في تيم النادي الأهلي النادي الأهلي كان طول عمره بيعتمد على المهار اللعيب متاعه مهاري عشان كده بتلاقي إبداع وتلاقي جمال وتلاقي نتائج وتلاقي حلول وتنوعي حجومي وتلاقي في الديئة 96 والديئة 97 والديئة 90 عشان الحلول وعشان الفرديات وعشان المهار نعيب النادي الأهلي دائما لما بيتعاقل النادي الأهلي مع نعيب مهاري المهاري يكسبك في أي وقت وبحياتك لانك بتلاقي زحمة بتلاقي مدفعة بتلاقي أخذ بالك خطوط فيحللك الغاز اللعيب المهاري وكنا بنشوف طالقه ومتريكا في إبداعه بركات في إبداعه ومتعب في إبداعه اللعب المهاري ده بيحل الموقف الصعب هي القصة بتاع نادي الأهلي إن الإبداع بيجي من المهار تشوف التمارينات الكابتن الخطير يقول لك الكابتن أسماء كبيرة جدا مهارية عشان كده الناس يتعود على الإبداع تعودت على التألق يقول لك لا عشان كده تكسب الدوري بدون إبداعه يقول لك إحنا كسبنا بس فين شوف يعني فهو الإبداع طول عمر المدرسة اللعب فيها إبداع فيها مهارة القدرات اللي دائما ينادي أهلي بيجيبها موهوب فأحنا مطمئنين إن فيه هل ده هيتوفر في المنافسة بين مجدي أفشا وصالح جمعة لمركز صنع العاب والبلايميكر لأنه التعاقد مع أفشا وقدراته وإشادة الجمهور بظهوره مع الأهلي في المباراة الأخيرة بشكل أكثر من رائع وأيضا قدرات صالح جمعة وزيك محمودك قلت باع عنده طموح ورجع بقوة مع الفريق هل ده هيحل إشكالية البلايميكر وهيخلي بينهم منافسة طول الوقت بصالح الأهلي طبعا وأفشا إضافة كبيرة وقوية جدا ولعيب جوكر يلعب فاكتر المركز ماشاء الله كورتو عنده رؤية هايلة عنده التمرير هايل ماشاء الله عنده الصناعة بالمساندة هايلة طبعا والمساعدة صالح من وجهة نظري إن دماغه كلها كورة ده فعلا كورة ويلعب فاكتر المركز صالح ممكن الدفندر التاني اللي بيزيد من تحت وممكن تحت روس حرب وممكن توظفه في يمين أو شمان صالح جمعة ماشاء الله لعيب جوكر ولعيب مهاري على المستوى ودايما العداد بتبقى للمنافسة العداد في النادي الأهلي إن بتبقى لصالح الفريق للنتائج وللأداء وللإمتاع وللبطرة وللمحافظة على الكان فأعتقد إن أفشا وصالح بإذن الله تصابقه بإذن الله تعالى لإن الاتنين يساعدوا في النتائج إن يساعدوا في حاجات كتير جدا كون ابن أفتقدها برضو المسلم اللي فات في هؤوات فإن شاء الله برضو صالح جمعة إضافة قوية جدا وصالح ماشاء الله الفتخ يرجع وبقى موجود وأفدع وإن شاء الله هو أفش يعملوا أدوار كويسة ويساعدوا الفريق بإذن الله إيه الحاجة اللي تتمنى حضايق فيلر يحققها للاستفادة بأفضل شكل بالمجموعة الكبيرة الموجودة حوالين البلايميكري مين وشمال بنتكلم هنا عن أحمد الشيخ بنتكلم عن أجايرة مضموح صبحي وليد سليمان حسين الشحات مجموعة مميزة جدا إضافة لأي فريق إيه نستفيد بيهم بأفضل شكل نحن نسينا أجاية ونسينا كمان أحمد الشيخ دول الأتنين أحمد الشيخ معنش النفسي ياخد فرسطة هياخد ولد مبدع ولد هايل هداف ما شاء الله لعيب عنده عنده الحاسة اللي تتبيع رائع في التلت الأمامي لوتا جارب تحت قيادتك في المنتخب لا بقالوش بس أنا حضرتك نجح في المقص ونجح عندنا خلي بالك لو وقت كثير اللي بياخد فيها بيسجل فيها بس هو حظه أن بيعد شوية إن حاجات كثيرة جدا لكن نعيب مبدو لعيب كويس جدا وإضافة بص برضو نسينا ما شاء الله وعندك هاجاية هاجاية من أحسن لعيبة اللي جات في النادي الآلي الناس ما تبصش برضو إن السنادي بعيد بس هو راجع من إصابة لكن بص الموسم اللي قابل اللي فات جوكر لعيب بتلعبه راس حربة أهمي بتلعبه تحت راس حربة يمين شمال ماشا مبدع وهايل أصوله من القدرات اللي عندك السنادي دي تخليك تعمل كل حاجة بإذن الله كل ده للصالح كان صحيح الجمهور ما كانش راضي بمنتهى الصراحة عن تجميد صلاح محسن في الفترة اللي فاتت خلال فترة التوالي المدير الفني السابق لسارتي كان فيه اعتماد على وليد أزارو فيه إجماع أيضا على قدراته وعنده قدرات مميزة جدا حتى لو زي ما حضايك قلت غاب الفترة اللي فاتت لكن نرجعه المستوى يرجع للتوب فورم ده شغل الجهاز الفني هل حضايك شايف أنه لابد من الاستفادة بكل العناصر دي ما بقاش عندي لعب وقدرات صلاح محسن ومجمد أو بعيد عن الأسابات عشان لما يغيب عندي لعيب أو يفقد فورمته أو يصاب لقدر الله ألاقي اللعيب البديل جاهز في الملعب وقرأي في المستوى كان لازم يقعد أزارو وعندي اتنين مرون محسن مرون محسن وصلاح محسن وصلاح محسن عاوز الرجل يبقى في ظهره وياخد الثقة هو فعلا كان لازم أزارو يقعد شوية ينفعش هو برضو بيضيع وألعبه بالعكس أنا رايحه كويس جدا ونظم له أموله وعمله برنامج قوي جدا وقعد معاه ده لعيب كبير وناضج وفاهم إنه هو مهم جدا وقعد بقى رجعه المدرب برضو لازم يبزاكي جدا إمتى رجعه وإمتى قعد وإمتى أبدل وإمتى أديله عشرين دي وإمتى أبتدي به حاجات كتيرة جدا مطلوبة في المدرب بإذن الله تعالى لكن هو بصلاح محسن لازم ياخد فرصة أكبر هو لعيب كويس ولعيب موهوب والمستقبل معه شوى حضرتك ظهوره منه المسؤولية هم بيمثلوا كيان كبير جدا وشافوا طموح الجمهور ما بيقفش في النادي الأهلي وموضوع مش موضوع بطولات بس موضوع حاجات كتيرة جدا مدرسة الأهلي كل بطولة فيها بإذن الله بيشترك فينا لازم بأمر الله تعالى خدمعه الإبداع والإبهار وإذا ما قلنا والأداء الجيد الراغي وده إن شاء الله متوفر أنا من وجهة نظري ما بجملش لكن بقولك المتحق أن النادي الأهلي يملك مجموعة ما تقلقش انسجام تفاهم فنيات جاهزين فمثالي أن مجموعة النادي الأهلي دي ما شاء الله ما فيش أجهز منها أبدا ولا أقوى منها كل مركز فيه تلاتة على أعلى مستوى ما شاء الله فالناس إن شاء الله تتفعلوا والمسلم ده يبقى قوي في كل حاجة كيف نعيد دوري الأبطال الأفريقي إلى النادي الأهلي على مستوى المطالب المطلوبة من الجهاز الفني الجديد بقيادة ريني فايلر أو نصائح حضرتك وأي طلب بتوجهه لنجمنا ولعبينا في الفريل أولا أفريقيا أنت لازم تساعد لها في شكل خاص بالنسبة للمدرب حاجتين مهمية جدا توفية الله سبحانه وتسهم المدرب في قراءته بقى للمنافس في تحطيره للمنافس كويس أو في تجهيزه لفرقته ده مهم جدا أفريقيا غير الدوري أفريقيا محتاجة القوة محتاجة الصورة محتاجة الفنيات محتاجة المتغيرات الفنية غلال أحداث المباراة محتاجة أنك تفكر في الخارج وفي الداخل الخارج غير الداخل في الطاقس في الملعب في الظروف في الصفر كل ده لازم يتكون عند اتنين مهمين جدا اللاعب والمدرب المدرب واللاعب عليها بس ملاحظة أن حضرتك قررت ملحوظة المتغيرات الفنية خلال المباراة الوحدة واضح أن حضرتك عندك رأي مبني على مباريات الفترة اللي فاتت إن كان في بيقى قصور أو عيوب فنية في الأداء وبيبقى لابد من حلها سريعاً وده ما كانش بيحصل ده ما تشيس انتو كان عندنا خطأ كبير جد اتنين غير تلاتة غير أربعة غير خمسة ده مهم جد دي متغيرات أنا بتكلم عليها بحياتك ولو كنا مثلا اتنين وقفلنا ممكن يتعاوضوا في موضوع ثلاثة وهكذا لكن المتغيرات احنا ما قرناش الجيم كويس ما شوفناش المنافس كويس ما درسناش كويس ما فاهمناش اللعيبة كويس هده المتغيرات اللي ممكن تحصل وأفريقيا تغيرت أفريقيا تغيرت طبعاً وبيتقاوى أقوى وأفضل وأحسن حاجات كتير جدا الأصد المتغيرات دي مهمة جداً اللي لازم يبني عليها المدرب شغله في الداخل والخاري وماتشو بماتشو من هنا لما حفظ اللعيبة كويس قوي اللعيب حدثك سهلاب طول مبركز عنده التزام عنده الصرار عنده رغبة بداخله الفنيات أنا أحترم الفنيات أفريقيا بيت فنيات ما ينفحش هواجه أفريقيا بدون الفنيات هقصر كتير جداً وهتعم لكن الأهل طول عمره واقف فنياً لما بتاخد مطولة بتاخدها فنياً بتعمل نتيجة في الخارج وبتيجي في مصر بتخلص عليه بأمرنا فنياً بلغة الكورة فالأصده أن مهم جداً شغل المدير الفني فنياً وتحضيره وتشكيله وتوظيفه وتدويره وقراءاته نفسه وفي نفس الوقت السير المباراة التسعين ديها مهم جداً للمدير الفني مع اللعب طب هل هو اختبار صعب أول لقاء هيتولى الإدارة الفنية له ريني فيلر مع الفريق الأول في النادي الأهلي هيكون خارج مصر هيكون مباراة أفريقية خارج ملعبنا مباراة الذهاب القادمة مع كانو سبورت كيف ترى هذا الاختبار الأول لريني فيلر إن شاء الله بإذن الله تعالى بالنسبة للفارج كبيرة جداً ما بيننا وبين الفريق الرحيم إن شاء الله يبقى ماشى صالي بإذن الله تعالى ما فيش خوف منه خالص نحن نعمل مع نبص للأدوار النهائية لكن الدور ده إن شاء الله فوارك كبيرة جداً إحنا عندنا اللعيب عندنا القدرات والخبرات بأمر الله تعالى أوقيت كثيرة جداً بيبقى متشي لعيبة وق plagueَة كثيرة جداً بيبقى ملشات مدير فني وأوقيت كثير جداً يبقى مدير الفني مع اللعيب والإللاعيب مع مدير الفن هي دي المتغادرة اللي بتكلم عليها فإن شاء الله ماتش القادم ده بمشيئة اللاهلة ده متعلق قدرات اللي يملوكها نادي الأهل نادي الأهل يملو قدرات تحسن و تغير و تراح الجميع بإذن الله فماتش بإذن الله تعالى ومع أنه خارج المباراة خارج البلقة خارج هنا للقاهرة لكن اللايبة تحسنه بإذن الله تعالى وهو يكون إن شاء الله تعود و شاف و أرى و أرى الموقف و يبتدي بقى لأنه لو تلاحظ من النهار ده نزل الملعب ما ديحش وقت عشان تنسجام عشان فاهم عشان يعرف يبدأ يعرف الفريق و اللعيب بسرعة طبعا بإذن الله فإن شاء الله فيش خوف بإذن الله تعالى نعمل تهي كويسا هل عندك الطموح كابترابية حضيك شايف أن عندنا الطموح حاليا و يحق الجمهور النادي الأهلي أنه يبقى عنده طموح أنه يشوف الفريق بيلعب الكرة الجميلة المعروفة عن النادي الأهلي و بيكسب بره ملعبه في طولة أفريقيا و بيبدأ الحسم من خارج ملعبه في البلاد اللي بنروح لها مباراة الذهاب هل أصبحت عندنا المقاومات و عندنا مجموعة اللعيبة اللي نقدر نحقق بيها ده أنت متاع أخذ ما أحسن لعيبة في مصر و أغلى لعيبة اللعيبة دي كلها وزنها المالي ما شاء الله يعدي ما شاء الله دي حقيقة و أنا جايب النهار ده اللعيبة دي كلها و كل ملعب و كل مركز له ثلاثة عشان محقش عشان حقق و أنظم و أخذ و أخلص من هناك ده طبيعي جدا و بجموعة من الأهداف أنا من وجهة نظري باللعيبة دي بأمر الله الإدارة و فارد كل حاجة ما فيش حاجة نقصة للمدير الفني ولا اللعيبة ولا اللعيبة ولا مدير الفني إذا كان جايب مدير الفني جديد بروح جديدة و شباب جديد و فنيات جديدة ده شيء مبدأ و كويس جدا و إن شاء الله يبقى إضافة بإذن الله تعالى إضافة في فنيات في نواعيس في سلبيات في تأكيد إيجابيات ما فيش مشكلة لكن القدرات اللي عندي يا صلو حمد أنا من وجهة نظري ما شاء الله من غير مدير يحققوا من غير مدير يبيلعبوا فقدرات رائعة و قوية جدا و أي فريق في مصر أعتقد أنه بيحسن لدي القدرات دي موجودة إن اللعيبة دي موجودة لعيبة على مستوى لعيبة شباب لعيبة خبرات لعيبة مهارية وصلنا لأفضل تشكيل لأفضل تشكيل كنت تتصوره لو كنت مدير فني الفريق الأول في نادي أهلي كابتن ربيع بمجموعة النجوم الكبيرة الموجودة ولا لسه ما وصلناش لده لحد الآن لا أنت ما توصيش لأنك أنت يعني اللعيبة كتير جدا يعني لو أنت بس حضرتك بتحط نبيل معلول طب أنت عندك محمود وحيد علي معلول علي معلول تاسب أحمد فتحي خبراته و محمد آني المستابت طبال الاتنين لا اللعيبة كتير جدا ده محير لأي جهاز فني صعب والجهازين كتير جدا إن شاء الله إذا كنت أخيرا جايب أفشا أفشا ده لعيب كويس جدا وإضافة قوي جدا طب هو لصالح مثلا بحيطة حاجات كتيرة جدا أنا أعتقد أن الله يكون مدربه في نفس الوقت عنده اللعيبة كتيرة جدا لكن يغطي يسيطر وفي ميزة في لعيب النادي لأنهم لعيبة هادية جدا لعيبة بتصق في نفسها لعيبة بتحب النادي اللي حب بتحب بعض وتحترم بعض والموجود برا واللي موجود في الملعب وكله أكيد إن شاء الله يستفيد بإذن الله البطولات كتيرة جدا بس الجمهور بيقول إن ده مطلوب في النادي الأهلي ومتفائل إن ده بيتكرر يا كابت الربيع لأنه الجيل اللي حقق نتائج عالمية وليست محلية فقط رائعة جيل تريكا بركات متعب فلافيو جيل بيرتو المجموعة الكبيرة دي من النجوم ما كانش المميزين 11 بس ده مخلي الجمهور يتفائل بالمضمع الموجود ما فيش تيم النهار ده البطولات كتيرة جدا ومحجم النادي الأهلي في ضغوطه ممكن تعرضوا لحاجات كتيرة جدا في إصابات في إقافات في ضغوط حاجات كتيرة جدا لعيب النادي الأهلي احنا شفنا موسم اللي فاتل حاجم الاصابات كان كتير أكتر نادي في مصر كان فيه حاجم اصابات كتيرة جدا في حياتك لأنه هو بتعرض النادي الأهلي لعيبه بيكتنش بتعصب بيركز بيعايش في الجيم وفي نفس الوقت بيواجه بيواجه شراسة غير عادي من المنافسين ودحقه ما فيش مشاكل إن المنافس للنادي الأهلي بيستعد استعداد تاني خالص في تركيز في التزام في إصرار في الفنيات حتى المدير الفني بيحطوا لأسبوع يحفظ اللعيبة عشان يقابله فدي كلها ضغوط فأعتقد أن بالعكس العدد ده مهم جدا بإذن الله والإضافة الموجودة للصالح العام ودائما للنادي الأهلي مدرسة وكتوله عمر وفيه الأعداد الثلاثين لعيب أو الخمسة وعشرين في حالة التأييد يعني إذا كان خمسة وشاوة وثلاثين بيبني الصالح العام للعيب وكل واحد في وقته بتلاقيه بإذن الله تعالى فإن شاء الله المدير الفني يستفيد من كل اللاعب بإذن الله فواته عشان يحقق أحسن نتائج رجب تقول دلوقتي هيبقى مهمة ريني فيلر في بداياته مع النادي الأهلي صعبة جدا على المستويين حسم الأمور وأنه يبقى عنده شخصية قوية جدا مع الجهاز المعاون بقيادة ندير الكورة كابتن سيد عبد الحفيز في السيطرة على هذا الكم من النجوم وأنهم يختاروا أفضل عناصر وأن الباقي يبقى عنده حافز ويشتغل حتى لو هو خارج حسابات الأساسيين اللي بيبدأوا أي مباراة بس يبقى جاهز دايما قريب من المستوي كل العيب ولها وقته كل العيب ولها مباراة وحسابات الفنية كمان افتيار أفضل حسابات الفنية تماما في شغله في القليط وفي الزكرة يغير الطريقة يغير الطريقة يغير بها براعة ربعة اثنين ثلاثة واربعة اثلاثة واربعة اربعة واحد واحد واربعة اثنين بطريقته في الأول طبعا مش يقدر يغير أي حاجة بالنسبة لأربع المباراة نفس الوقت لأن التيم اتعود أربع مواسم على الطريقة معنا ويكسب بها ويحاقها لكنه هو طبعا ممكن في تدويره وممكن في توظيفه وبالك في مفاجآته في دفعاته حياتك ممكن بأمر الله تعالى لعيبي ببعيد فهي دي إن شاء الله شطابة الموديل ففنياته وخبراته بإذن الله تعالى اللي تباني في فترة القادمة في أول المباراة اللي جيدة فإن شاء الله كل حاجة تبقى كويسة ونحاق سنتاج بإذن الله شايف حسابات الدوري اللي حيبدأ قريبا إزاي كابتن ربيع احنا عندنا الحسابات الخاصة بالبطولة الأفريقية اللي بدأت بالفعل وحسابات البطولة المحببة الجمهير النادي لأهلي الدوري الممتاز هل تتمنى انطلاقة مختلفة عن الموسم اللي فات ما فيهاش أي تعثر نادي الأهلي عودنا انه بيقدر يسبق في البداية وده بيخليه عنده أفضلية عن المنافسين طول الموسم الاستثناءات طبعا بتحصل زي الموسم وده اللي لازم هو استثناء الموسم اللي فات عشان كان فيه طبعا بوعد ومطشات متأخرة ومطشات متأجلة وظروف ضغوط ومباريات وحاجات كلا جدا وإصابات كتير جدا طبعا 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 ودي كان بتحصل برضو في التمانينات يعني كنت بتلاقي فرق في المؤخرة في الأول لأن بتلعب الآهلي كان بيز كنافذ على البطولة البطولة المفضلة بإذن الله تعالى ومن أول لأن احنا نملك نملك مجموعة من أحسن اللاعيبة اللي موجودة دي حقيقة كل اللاعيبة مافيش اسم في النادي الاهلي مع احترامي مش لعيب نص لا ما شاء الله معظم اللاعيبة اللي موجودة تسعة وتسعين في المية من اللاعب النادي الأهلي كلهم سوبر finya Allah فمافيش خوف ولازم برضو لعيب النادي الأهلي من أول بإذن الله تعالى الموسم تحمل المسؤولية مع الجهاز الفني مع الإدارة اللي بتحترمه ومتحبه مع الجمهور اللي بيعشفهم عايزة ترضح للنقطة دي أكتر هتحملوا يعرف أنه المسؤولية كبيرة جدا على عاطقهم زي ما النهاردة رئيس النادي بإدارته محتاج محتحملها المسؤولية وخيفة على إحساس الجمهور واحترامه على الكيان بتحافظ عليه الجمهور اللي بيعشق اللعيبة بيعشق الكيان ويعشق النادي الأهلي لازم من displaced تفكر في كل بطولة يشتركوا فيها إن لازم تحصل للنادي الأهلي هي دي المسؤولية اللي بتكلم عليها يضحك بحساب ينام بحساب يتمرن بحساب يركز بحساب يرفض نفسه واخد الراحة خلاص بدأ الموسم من موسم بداية الموسم نهايته الأهلي بيشترك الأهلي عنده دوري بأمر لازم يأخذ الأهلي عنده كهز لازم يأخذ الأهلي عنده بطولة عربية لازم يأخذ الأهلي عنده أفريقيا نفكر في أفريقيا وفرقها مش هتيجي بسهول بالتعب بالجهد بالكفاع بالإخلاص بالحب بالترابط بالفنيات انتوا تملكوا الفنيات انتوا تملكوا الخبرات انتوا أحسن لعبة من وجهة نظري والله ما ببلغش أنا شايف لعيبة كبيرة جدا ولعيبة جمدة جدا ووفر من اللعيبة اللي ممكن تحسب أي بطولة في أي وقت أنا هاخد يعني جملة اعتراضية كده بره كرة نص دقيقة وعايز حداك تعلق على الكلام ده إذا سمحت لنا كابت الربيع كلام الكابت الربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومتخب مصر سابقا عن رغبة مجلس الإدارة بقيادة كابت المحمود الخطيب في تحقيق طموحات أعضاء وجماهير النادي الأهلي في كل مكان لا فقط تقتصر على كرة القدم بالعكس حضراتكم المتابع كويس لأخبار النادي الأهلي سواء من أعضاء الجماهية العومية أو من محبي النادي من الجماهير ومن الإعلاميين المهتمين بأخبار النادي الأهلي هيعرف أن النادي بينفق انفاق مميز جدا وسط نائي على كل قطاعات الرياضة حاليا يعني من أكبر الأدلة على هذا الأمر ما يحدث حاليا مع الجهاز الفني ومع الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي إن شاء الله هتجدوا أو هنشوف مع حضراتكم ونتابع موسم استثنائي جدا بعد التعاقد مع الكابتن أشرف توفيق وهو غني عن التعريف بخبراته وخدراته الفنية كمدير فني لكرة السلة تعاقد مع عناصر مميزة جدا تغيير عدد كبير جدا من نجوم ومن لعبي الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي صفقات سوبر بحسابات كرة السلة وانفاق أيضا بشكل وبغطاء مالي عالي جدا وفاروا النادي الأهلي للاستجابة المطالب الجهاز الفني والمديل الفني كابتن أشرف توفيق كابتن ربيع كل العبارات اللي قلتها دي كانت للتأكيد على المعنى اللي حدا قلت النادي الأهلي بيصرف عشان يحافظ على الكيان بيشتري العيبة بيصرف وانا قلت قبل كده الناس متخيالة ان الأهلي بيكسب لا انا بنكسب بفضل الله سبحانه ثم نادي بينفق المالية عشان يفدع ويتقلق ويسعد الجمهور ويعمل إضافات للمنتخب ويطور للدنيا كلها التطوير ده بيبقى في صالح المنتخبات المنتخبات لما بتحصل نتائج تبقى بفضل الله عشان فيه عدد كبير مع احترامي طبعا للأندية لكن في عدد كبير جدا من نادي الأهلي بيبقى في أحسن مستوى نادي أهلي بيشتري أحسن اللعيبة نادي أهلي بيحاول يجيب أحسن المدربين نادي أهلي بيحاول يعمل كل حاجة كويسة بيعمل لوائع ويعمل قوانين عشان يحافظ على اللعيبة عشان الناس تكسب عشان تعيش في حالة إبداع وتركيز والتزام وحاجات كتيرة جدا فأنا أعتقد أن النادي الأهلي طول عمره بينفق عشان يحافظ على الكهان ويمتع الجمهور ويقدم ده المنتخبات لعيبة على مستوى تحقق أحسن النتائج كلمة أخيرة عن الفريق الأول في النادي الأهلي وطموحات وتوقعات بخبراته الكبيرة نجمنا الكابتن ربيع يسين عن المرحلة الجاية مع تولي ريني فيلر وجهازه المعاونة المهمة ومع التعاقد مع النجوم اللي حتاك أشارت إليهم حتى الصفقات الأخيرة اللي تمثلت فيه أليو ديانج ومحمود متولي ومجدي أفشان بتمنى طعم التوفيل الجهاز الجديد بأمر الله تعالى جهاز فني الجديد إن شاء الله يتعالى بإذن الله وكل لازم يساعدوا بتمنى التوفيل اللعيبة إنهم زي ما قلت من أول الموسم بإذن الله تعالى يحققوا يعرفوا إن الجمهور طالب منهم بمشية اللقاء في رقيا الدور ده إن شاء الله الكاس إن شاء الله العربية إن شاء الله لكن الأهم والأفضل والأحسن واللي إحنا إن شاء الله منتظرين واستنادي منكم أفريقيا أفريقيا يعني نجوم النادي الأهل الجمهور بنحترم جدا وماشاء الله جمهورنا لدي ده طول عمر وجمهور على أعلى مستوى الإدارة بتمنى لها التوفيق وإن شاء الله المنظومة كلها بتمنى للتوفيق وبتمنى للكورة المصرية كل التوفيق والتأدير والإحترام عايز كلمة أخيرة من حضرتك تكون مسك الختام لهذا اللقاء موجهة لمشاهدين مشاهدي قناة الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر عن دوره ودعمه ومؤذرته الفريق في الفترة الجاية وتأثير ده على النتائج وعلى الأداء فيش كلام أن الجمهور له ودور كبير جدا أن المشاهد له كبير جدا يطمئن بإذن الله تعالى لكن احنا عاوزين نساعد الجاذب فاني نساعد اللعيبة في نفس الوقت الحساب في نهاية الموسيقى وطمئنه بإذن الله تعالى أنتوا فيد أمينة لأن الأهلي فيد أمينة جدا بيضارها وعيا بيضارها نطجة بيضارها فنية على مستوى أنتوا موجودين السنادي ومعاكم أحسن لعيبة في أفريقا مش في مصر اطمئنه توفي الله بس سبحانه وتعالى والإصابات بإذن الله تعالى ده مهم جدا اطمئنه أن في نتائج كويسة وفي أداء رائع بإذن الله تعالى في منظومة كاملة ومتكملة هتسعدكم بمشيئة الله تعالى وانتظروا من النادي الأهلي انتظروا من الإدارة وانتظروا من اللعيبة بطولة أفريقيا بمشيئة الله تعالى كل حاجة كويسة السنة دي تبقى موجودة والأداة هيرجع بإذن الله تعالى والشخصية هترجع اطمئنه إن شاء الله وهتسعده وهتبهاره وهتحبه كل حاجة وهتشوفه أداة مختلفة تماما والعيبة إن شاء الله على قدر المسؤولية وفقا للإمكانات المتاحة المتوفرة الكابتن ربيع يسين وجهازه كمدير فني مسؤول عن منتخب مصر الكرة القدم موليد 2001 هل بتاعد أو إيه الأهداف اللي حضرتك بتتمنى أنك تحاول تحققها والتواصل لأن المنتخبات محتاجة كتير جدا وده مهم جدا أنا كان نفسي طبعا أن أنا أخذ الأربع شهور اللي فاتوا وضعوا من عمر هذا المنتخب لكن أن أنا طبعا الجيل الأول وبعدين النتائج دامع ده وربنا يقدرني إن شاء الله نعمل منتخب يبقى الصالح الوطن بمشاهة الله تعالى ويبقى معلقه ويبقى إضافة قوية جدا للفريق كبير والله ينجوم كبير إن شاء الله تسعدنا وتحقق أحسن النتائج وتقدم كرة جميلة للجمهور المصري اللي هو بيحب دائما الأداء والإمتاع والإبهار بالتأكيد بنسعد بصحبة حضرتك وبوجودك معنا دايما وتشريفك على شاشة قناة الأهلي ومن خلال برنامج الأهلي الليلة حضرك بالتأكيد في إجماع في القراءة لأن كابتن ربيع سين واحد من الكوادر المميزة في عالم الرياضة وكرة القدم المصرية فنيا وخلقيا وسلوكيا واجتماعيا وجماهيريا بكل الحسابات كل التوفيق لك إن شاء الله جهاز حضرتك المعاوني كابتن ربيع في الفترة الجاية ونرى نتائج وأداء أفضل وثمار لعملك وجهدك مع الفريق بشكر حضرتك جزيلا بشكر ضيفنا في الستوديو نجم نادي الأهلي والكرة المصرية السابقا الكابتن ربيع سين وأتمنى كل التوفيق مع كل طبعا جمهير النادي الأهلي في كل مكان بالتأكيد ستؤذر وتدعم بكل قوة الجهاز الفني الجديد العناصر المستمرة من الجهاز السابق الكابتن سيد عبد حفيز وكابتن سامي أمصان مع الجهاز المعاون اللي بيقوده ريني فايلر المدير الفني السويسري اللي تم الإعلان رسميا صباح اليوم وتقديمه لرأي العام المصري من خلال المؤتمر الصحفي في النادي الأهلي وبدأ مهمته مساء اليوم بأول محاضرة وأول تدريب للاعبين بإذن الله تكون بصماته مؤثرة وإيجابية على الفريق في الفترة الجاية ويفجر تقاطي النجوم الموجودين ويصل لأفضل شكل وأفضل أداء ينعكس على النتائج وفي المقام الأول العودة للصدارة وإنجاز وتحقيق اللقب الأفريقي زي ما قال ضفنا في الستوديو الكابتن ربيع ياسين نهاية هذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة بشكر حضراتكم على المتابعة ولكن ابقوا معنا برامجنا وفقراتنا المهازة مستمرة على شاشة قناة الأهلي بعد قليل وبعد الفاصل حوار آخر لنجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا ومدير الكرة حاليا الكابتن سيد عبد الحفيز مع زمينا العزيز الأستاذ إبراهيم المنيسي من خلال ملك وكتاب اشتركوا في القناة